ملعب بيروت البلدي نجح شباب الساحل بتجاوز عقبة الأخاء الأهلي علي 3-2 تحت قيادة سامر السيد أسم ربيع ميرات وعلي المقدد الشوط الأول كان بطريقه للانتهاء بالتعادل السلبي إلا أنه هداف الساحل المالي ديالو نجح بخطف هدف التقدم لفريقه بالثوان الأخيرة بداية الشوط الثاني كانت مغايرة تماماً للأول لأنه عماد الميري عزز تقدم فريقه بالدقيقة 47 وصعب المهمة على أبناء الجبل حسب ما بيقول المنطق إلا أنه كرة القدم ما بتعترف بالمنطق أبداً لأنه هايثم عطوي رد على هدف الميري بنفس الطريقة بعد 6 دقايق وقلص الفارق لـ 1-2 البديل أحمد النعماني شكل ثنائي خطير مع حسين طحان على مرمى الحارس عباس شيط النعماني هدد مرمى الساحل أولاً وطحان خطف هدف التعادل بالمرة الثانية المهاجم أحمد أيوب أفسد فرحة الأخاء بعد ديقتين بس وحول عرضية مصطفى شهين لهدف قاتل بمرمى ربيع الكاخي لا يتقدم الساحل 3-2 إذن شباب الساحل رح يواجه بالمباراة النهائية فريق الصفا المباراة راح تقام بـ 16 حزيران الشهر المقبل فهل رح يحرز الصفا لأبو الثالث أم أنه الساحل رح يعادل رأمه نفسه